السبب الخامس الموجب بإذن الله تعالى للعصمة من الفتن والثبات على الحق الدعاء التوجه إلى الله تعالى بطلب الثبات على الحق والحفظ والاستعاذة من الفتن ما ظهر منها وما بطن فإن الدعاء أمره عظيم أيها الإخوة الكرام الدعاء أمره عظيم لمن وفقه الله تعالى لحضور القلب حال دعائه لله جل وعلا الدعاء هو العبادة الدعاء خير وبركة الدعاء أمره عظيم أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري وما صنع الدعاء سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء فهنيئا والله لمن تعلق بالله وتوجه إلى الله في جميع أحواله ودعاه امتثالا لأمر الله عز وجل القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال سبحانه ادعوا ربكم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وقال سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم الدعاء أيها الإخوة الكرام من أسباب الحفظ من الفتن ومن أسباب الثبات على الحق بإذن الله تعالى ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسوى الحسنة فقد كان يكثر من الدعاء بطلب الثبات على الحق فعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقيل يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا قال نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء رواه أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين نحوه وزيادة فقلت يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها لنفسي قال قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني الزيادة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت يا رسول الله علمني دعوة أدعو بها لنفسي قال صلوات الله وسلامه عليه قولي اللهم رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اغفر ذنبي اغفر ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات الفتن ما أحيتني رواه الإمام أحمد في مسنده فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء أن يكثر من الدعاء بالثبات على الحق قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحى هذه الآية العظيمة في سورة آل عمران عظيمة على المسلم أن يلزم الدعاء بها فإن الدعاء بها خير وبركة طلب للثبات وبدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك الله أكبر نسأل الله الكريم أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى ففي امتثال أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالدعاء وباتباع هده صلوات الله وسلام عليه وبالامتثال لأمر الله تعالى قبل ذلك بدعائه سبحانه بشتى ما يتطلع إليه المسلم في هذه الحياة الدنيا أو في الآخرة وأجل ما يدعو به أن يسأل الله تعالى الثبات على الحق حتى يكون من الفائزين بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مختدر